افتتحت شركة أفايا العالمية للحلول التكنولوجية مكتبها الجديد في المملكة تحت رعاية الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد رميحي وتهدف شركة أفايا من إقامة مكتبها الجديد إلى دعم مساعي التحول الرقمي في البحرين وتلبية الطلب المتنامي على الجيل المقبل من الاتصالات وحلول التعاون إضافة إلى الاستثمار بالكفاءات البحرينية وقد أكد رئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد رميحي أن تواجد أفايا في البحرين يعتبر خطوة مهمة لرفض جهود المجلس الهادفة إلى دعم البنية التحتية للاتصالات والمساعدة في تعزيز مكانة المملكة كمركز للابتكار في المنطقة كما أكد رميحي أن المملكة تشهد وطيرة نمو متسارعة نتيجة تبني المؤسسات للتكنولوجيا الناشئة سعيا للحد من التكاليف وتعزيز إنتاجية الموظفين هذه مكسب للمملكة أولا لأننا نرى تركيز مكثف من قبل الحكومة وهو من ضمن رؤية 2030 إلى استقطاب هذه الشركات ونقلت الاقتصاد البحريني إلى الاقتصاد المعرفي فطبعا نريد شركات عالمية يكون لها مقر في البحرين يكون لها وجود وهذه من أهداف مجلس التنمية الاقتصادية هو استقطاب الشركات العالمية في عدة قطاعات منها القطاع التكنولوجيا من أجل خلق فرص عمل ونحن يتخلي أن وجود أفايا حيخلق فرص عمل لمواطنين سبب الأساسي أن نأتي إلى البحرين هو سهولة الاستثمار في البحرين أو دائما البحرين بتقولوا أنه الإنفارمنت موجودة في البحرين أو الإنفارمنت فرندلي هذا أكيد أثبتتنا حكومة البحرين من خلال تعاملنا مع افتتاح مكتب بالبحرين نحن موجودين بالبحرين قبل أن نفتتاح مكتب من خلال شركاء موجودين إن كان باتلكو أو شركاء مثل فخرو أو مايا كوم أعلنت وزارة صناعة وتجارة والسياحة عن بدء استكمال التحضيرات النهائية لترقية نظام إدارة الجودة المعمول فيها الأيزو 9001 ليكون وفقا للإصدار الجديد للمواصفة وذلك في إطار اهتمامها برفع الكفاءة والانتاجية وجودة الخدمات وقد صرحت رئيسة تطبيق المواصفات وضمان الجودة بإدارة المواصفات والمقاييس مون العلوي أن الوزارة تعد من الجهات الحكومية السباقة في تحديث نظام إدارة الجودة ولديها أحدث إصدار لمواصفة الأيزو 9001 ووضحت العلوي أنه يجري حاليا التحضير للتدقيق الداخلي للجودة وفقا للإصدار الجديد للمواصفة وسيكون هذا التدقيق خطوة نحو الاستعداد للمرحلة الأخيرة وهي التدقيق الخارجي لتجديد شهادة الأيزو للوزارة ولن نتابع نظرة سريعة على أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العموات الخارجية والعالمية ترجمة نانسي قنقر